وقعت وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاة في اتفاقية تفاهم ثنائية مع شركة مزاد التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة حيث ستتولى الشركة وبالتعاون مع الشركات المختصة وبمنجب بنود الاتفاقية تقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ وإدارة المحاكم وإدارة أموال القاصرين إضافة إلى تنظيم وإدارة إجراءات الحجز في المزادات العلنية وبالوسائل الإلكترونية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بشكل أساسي الأمر الذي سيسهم في تطوير إتمام معاملات البيع وتقليل الفترة الزمنية المتعلقة بتنفيذ خطوات حسم ملفات التنفيذ بإشراف كامل من قبل محاكم التنفيذ فيما يخص جميع الإجراءات ذات الصلاة كثير من الأحكام التي تصدر أو قرارات قضايا التي تصدر بهذا الشأن بتحتاج إلى الاستعانة بالقطاع الخاص في هذه المسألة ليش؟ رقم واحد العدد المتزايد في هذا الأمر رقم اثنين الوصول إلى عدد أكبر من المزايدين بيكون له أثر إيجابي على جميع الأطراف بكلها أثر إيجابي على الشركة بكلها أثر إيجابي على وزارة العدل في تحقيق خدمة أفضل للناس الأهم هو الدائن الذي يستطيع عندما تباع منقلات أو عقارات أن يحصل سعر أعلى فيغطي دينه وكذلك على المدين لأن يكون البيع يوازي القيمة الحقيقية اليوم هذا التعاون هي بداية مرحلة جديدة بنحسن فيها الخدمة العدلية في هذا المجال بشكل كبير أحد اليوم أعتقد عندنا نقلة نوعية أن نقوم بجميع مزايدات المحاكم وندخل في العملية هذه تكون بشكل مهني ويكون بشكل شفافي يكون موجود فيها وأنا أعتقد بتوجيهات النعب الأول رئيس من الوزراء بأن يكون في عدالة وفي شفافية في عمل الشركة وعمل المزادات وأنا أعتقد هذه سوف مثل ما ذكر معالي الوزير سوف يسرع موتيرة المزادات وكذلك سوف يرفع القيمة المستحقة من المزادات